تحياتي يا أصدقائي يومين نحن اليوم الأربعة خميس جمعة السبت مباراتنا الحاسمة مع منتخب أوزباكستان كل ما تريد معرفته عن منتخب أوزباكستان تشكيلة اللعب الخطة الأرقام التاريخ حيكون بهذا الفيديو لكن الأهم أنك إذا ما لك نشترك تنزل تشترك وتضغط لايك وتعليقكم أكيد مهم بعد ما تشوفوا الفيديو أكيد عن المنتخب الأوزباكي تحياتي يا أصدقائي إذن منتخب أوزباكستان الذي يلقى بمنتخب الذئاب البيضاء يخوض بطولة آسيا للمرة الثامنة في تاريخه أول مشاركة لأيلو كانت بعام 1996 منذ ذلك العام حتى كأس آسيا في قطر لم يغب عن أي بطولة في هذه المسابقة الأفضل مركز لأيلو كان بالعام 2011 عندما أحرز منتخب أوزباكستان المركز الرابع في أيضا البطولة التي أقيمت أيضا في قطر طبعا بنسخة 1996 في الإمارات خرج من الدور المجموعات طبعا وخسر من منتخب سوريا في تلك البطولة في نسخة 2000 في لبنان غادر أيضا من الدور الأول نسخة 2004 تأهل إلى ربع النهائي وطبعا خسر من البحرين نسخة 2007 في تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا خسر من السعودية بهدف في هدفين في ربع النهائي 2011 أقصية من نصف النهائي بعد أن خسر من أستراليا بسوداسية دون مقابل نسخة 2015 في أستراليا غادر من الدور ربع النهائي ونسخة 2019 في الإمارات خرج من الدور 16 بعد أن خسر من أستراليا بركلات الترجيح إذن أصدقائي مثل ما شفنا يعني منتخب أوزباكستان منذ أول مشاركة له في سلة متصاعدة في هذه البطولة كان فيه إنجازات لعب ربع نهائي لعب نصف نهائي لعب دور 16 وهو أكيد يعني بالنسبة له إنجازاته بهذه البطولة أهم من إنجازات منتخب سوريا اللي شارك ست مرات وما تجاوز ولا مرة الدور الأول نأمل أن تكون يعني الصورة مختلفة نحن ربحنا على أوزباكستان مثل ما حكينا في بطولة آسيا في الإمارات طبعا ونتمنى أن نشاهد مرة أخرى فوز لمنتخب سوريا على منتخب أوزباكستان بهذه البطولة القرية بالنسبة للاعبين والأهم اللاعبين المنتخب الأوزباكي وأيضاً لتشكيلة اللعب حنشوف سوا يغيب إلدور شوموردوف نجم فيطالي اللي معه 69 مباراة دولية ومسجل 38 هدف طبعاً غياب هذا اللاعب هو شيء إيجابي كتير لمنتخب سوريا وضربة لمنتخب أوزباكستان اللي أكيد كان عم بيعول عليه أيضاً في عنده اللاعب إيغور سيرجيف لعب باثوم يونيتد تايلندي اللي لعبان 70 مباراة دولية ومسجل 18 هدف وأيضاً أوتابيك شوكوروف لعب فاتح كاراجومورك التركي لعبان 61 مباراة دولية ومسجل سبعة أهداف طبعاً هاي بالنسبة لأرقام أبرز اللاعبين الأوزباكيين بالنسبة أيضاً لمدرب منتخب أوزباكستان سلوفيني كاتانيتش تولى تدريب المتخب الأوزباكي 27 أب عام 2011 لعب مع الفريق 27 مباراة فاز بـ 17 وتعادل في 4 وخسر في 6 طبعاً المدرب كاتانيتش غني عن التعريف هو كان مدرب الكرة العراقية وشوف أنت من 2021 هو مع المنتخب الأوزباكي في استقرار بهذا المنتخب عدد المرات الفوزية أكتر بكتير من عدد الخسارة والتعادل وبالتالي يملك أرقام جيدة جداً هذا المدرب كاتانيتش مع منتخب أوزباكستان طبعاً منتخب أوزباكستان لعب مبارتين وديتين تحضيراً لهذه البطولة ربح على منتخب فلسطين في مباراة الأخيرة وربح على قرغزستان بأربعة هداف مقابل هداف هذا المنتخب اللي منتخبنا تعادل معه أيضاً في الرحلة التحضيرية بهدف لهدف حنشوف سوية أصدقائي بمباراة قرغزستان الودية كيف كانت تشكيلة المدرب كاتانيتش وكيف الطريقة اللي لعب فيها لمواجهة قرغزستان وهي أكيد رح تكون نفس التشكيلة اللي رح تواجه منتخب سوريا أصدقائي طبعاً متنموا شايفين في مواجهة المنتخب القرغيزي اللي ربحه أربعة واحد منتخب أوزباكستان لعب بطريقة الثلاثة أربعة ثلاثة اللي هي بتحول يعني في إلى مرونة تكتيكية هاي الخطة بالحالة الهجومية بتصير ثلاثة أربعة ثلاثة بالحالة الدفاعية الجناحين بصيروا مدافعين وبالتالي وأيضاً اللعبين المعاجمين على اليمين وعليسار برجعوا لورا وبصير الخطة هي ثلاثة خمسة اثنين أو خمسة ثلاثة اثنين وبالتالي يعني هاي الخطة تحمل المرونة التكتيكية كاتانيتش قادر وشفناها بعدة مباريات مع المنتخب الأوزباكي أيضاً بالمبارات اللي تعدل فيها مع المنتخب المكسيكي لعب ثلاثة خمسة اثنين وأيضاً ما عم نشوف كنا مرونة تكتيكية بتلك المبارات أصدقائي كاتانيتش مع المنتخب الأوزباكي كان عم يعتمد بشكل كبير على الأطراف المرونة التكتيكية لقلو بتسمح له أنه يقدر يبني الهجمة بطريقة كتير سريعة الهجمات المرتبة كتير خطيرة لمن المنتخب الأوزباكي أوزباكستان مع كوبر كان يعتمد فقط على الهجمات المرتبة أما مع كاتانيتش أصبح يستحوذ على الكورة المرونة التكتيكية من ثلاثة خمسة اثنين وثلاثة أربعة ثلاثة وبالحال الدفاعية بصيروا خمسة ثلاثة اثنين هاي المرونة اللي نحنا عم نشوفها مع منتخب أوزباكستان قام بتأسيسها كاتانيتش مع هذا المنتخب الأوزباكي وعمل توليفة كتير حلوة أصدقائي تخيلوا أن تعادل مع منتخب المكسيك منتخب أوزباكستان من شهرين تقريبا بنتيجة الثلاثة الثلاثة وهي مباراة كتير كبيرة ومنتخب المكسيك نحنا بنعرف قديش هذا المنتخب كتير مميز على قرغزستان ربح أربعة واحد وعلى على فلسطين لعب واحد صفر لثلاثة قلوب دفاع كتير صعب أنك أنت يكون في عندك ثلاثة متميزين ستتلعب بثلاثة مدافعين وتقدر عن طريق الأجنحة يعني أنتم بكرة شوفوا منتخب أوزباكستان هيكون شغله كتير كبير عن طريق الأجنحة لأنه عنده مرونة تكتيكية من الباكات ومن الأجنحة الأماميين إن كانوا عن طريق الجهة اليمنى وعن طريق الجهة اليسرعة يعني الشيء اللي يخوف من المنتخب الأوزباكي أصدقائي مثل ما حكينا من المنتخب سوريا كان في عنده شوية مشاكل دفاعية والمنتخب الأوزباكي يتصيد المشاكل الدفاعية شوفنا بمبارات قرغزستان شوفنا بمبارات المكسيك شوفنا بعدة مبارات هذا المنتخب يعني قادر على استغلال أي خطأ دفاعي من الخصم وهذا الشيء كتير مهم أن يركز عليه هكتر كوبر مع عمر ميداني وأيهم أوسو والشباب الموجودين دفاعيا وأيضا التسكير الأجنحة يعني كتير صعب شوفنا نحن منتخب اليابان شو عمل فينا موضوع الأجنحة كتير صعب بالنسبة لمنتخب أوزباكستان لازم يعني منتخب سوريا يقدر يحمي دفاعاته بطريقة كتير جيدة والباكات مع الأجنحة الأماميين لازم يقدروا يساندوا بعض بطريقة أنه يسكروا خطورة المنتخب الأوزباكي أصدقائي من خلال متابعتي لما كتبته بعض الصحف الأوزباكية طبعا عملت سيرش وبحث بهذا الموضوع الصحافة الأوزباكية تعتقد أن مباراة المنتخب السوري هي ليست بالمباراة الصعبة هم يعتقدون أن منتخب أوزباكستان قادر على أن يفوز على منتخب سوريا وأيضا الصحافة الأوزباكية ركزت بشكل كبير أن أهم لاعب منتخب سوريا هو عمر السومة هو غائب لكن تحدثوا أن هناك لاعبين قادمين من الأرجنتين لا يعرفون عنهم شيئا فيما يتعلق بمستوهم مع منتخب سوريا وهذا كان الشيء الذي يعمل عليه هكتور كوبر بإغلاق المباراة الودية ليفاجئ المنتخب الأوزباكي على كل حال هذه هي طريقة لعب المنتخب الأوزباكي هذا المدرب كتنيتش فيه يتفوق المنتخب الأوزباكي علينا من ناحية التاريخ بهذه البطولة من ناحية المباريات الأخيرة لكل منتخبين لكن لا شيء مستحيل بالنسبة لنسور قاسيون إن شاء الله الأمل الكبير على كل من يحمل قميس المنتخب من بابلو صباغو أنت نازل إن شاء الله كونوا على قدر المسؤولية بتمانا تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات عن منتخب الرئاب البيضاء منتخب أوزباكستان تعليقاتكم أصدقائي كتير مهمة وإن شاء الله بيكون الفوز من نصير نسور قاسيون أكيد بكرة وبعد بكرة حنحكي أكتر تفاصيل عن منتخبنا لكن ضروري أن تعرف خصمك عزيزي المتابعة باي باي